استياء عارم وسخط وغضب شديد في أوساط رجالات القانون والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين في المثلث على أثر تصاعد جرائم القتل فعلى الرغم من أوضاع الحرب والصعوبات التي تمر بها البلاد إلا أن آفة العنف والجريمة ما زالت مستمرة بل وتزداد بشكل غير معقول آخرها خادثت في كفر قرع ورح ضحيتها شاب بورث الأربعينات من عمره ويدعى محمود المسلماني الجريمة هي خطة سلطوية التي أعد لها جيدا وهي تعطي الحرية التامة لعصابات الإجرام والقتل بالعبث وقتل أبنائنا ومجتمعنا بالعبث في مجتمعنا كلية كنا نتوقع أن الشباك وأجهزة الشرطة تعطي أوامر لهذه العصابات لوقف القتل والجريمة في وقت الحرب أو على ما يبدو أنهم رجعوهم من الملؤين في الهدن واستفحلوا أخر مرة للأسف الشديد من جانبهم يعزوا نشطاء اجتماعيون ومحامون مختصون في قضايا العنف والجريمة تفاقم الجريمة برغم الحرب إلى عدة أسباب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إضافة إلى انعدام وجود عامل الردع والعقاب ويضفون أنه وفقت عندما يكون هناك تطور في التعامل مع هذه الأسباب وخصوصا ردع المجرمين من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية عندها فقط سيكون هناك مناهضة حقيقية للجريمة نحن واقعنا مرير الجريمة يعني مستفحلة في الوسط العربي ونحن نرى أن هذه السنة كانت أكثر سنة بيصير فيها جرائم قتل نحن يمكن فوق الـ 220 جريمة لليوم مثل الكثيرين من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين في الداخل الفلسطيني بيتهم أجزة الدولة في هذا الإشي نحن مش يعني الإشي مش جامل فراغ السلاح منتشر بشكل يعني كبير جدا حتى يعني من يجلس في أعلى سلم الهرم في الأجزة الأمنية بقول أنه إحنا بنعرف أنه سلاح منتشر في مئات آلاف الكطاع في الوسط العربي ولكن يعني إحنا ما شفنا أنه للأسف الشديد في أي مجهود لجمع السلاح أو حتى مخالفة الجناة إذا أرادت الحكومة وإذا أرادت الشرطة فهي تستطيع في القضاء عليهم بأسرع وقت سبق وكان في المجتمع اليهودي عصابات الإجرام مثل نتانية ونهرية وغيرها واستغلت الشرطة بشكل حازم واستطاعت القضاء عليهم في الوسط اليهودي ويبدو أن الواقع المأساوية بعيد كل البعد عن الآمان للمرجوات بشأن الخفاض معدل الجريمة حيث أن منطقة وادي عارة والمثلث بشكل عام سجل مؤخرا عدة جرائم قتل كانت آخرها جريمة القتل التي حدثت على مشارف عرعرة ورح ضحيتها نعمان أبو جامع إضافة إلى مقتل القاصر رامي بلالطة من بقة الغربية وقبل ذلك عثر على جثة الشاب سوفيان حسايا من قلقيليا داخل سيارة محروقة في الطيبة وعليها علامة إطلاق نار